السلام عليكم وتحقيق طيبة لكل محبين قناة كريم كسري مرحبا بكم معي مجديد في هذا الفيديو هنضروا لأهم الإسراءات اللي غادت دار في كاتلونيا وأيضا في بانينسيا بخصوص حرية التنقل بالنسبة للناس اللي كي بغيوا يعرفوا هذا الموضوع هذا اللي كي هم بزاف دي الناس أيضا غنهضروا على جواب دي الوزيرة الصحة الإسبانية بخصوص سؤال وجهته لها الصحفية بالنسبة للناس اللي مبغوش ياخدوا اللقاع أسترسينيكا الصحفية سؤالة للوزيرة بالنسبة للناس اللي مبغوش ياخدوا اللقاع أش غادي يديروا معهم؟ وهناك نجاوب دي الوزيرة اللي غنتقسم معكم في هذا الفيديو أيضا الخبر الأخير اللي جي من بريطانيا اللي هو خبر الصادم غير متوقع من حكومة البريطانية في حق المواطنين البريطانيين معلومات مهمة غنتقسمها معكم في هذا الفيديو ما تشوفين خليكم معيها إذن الإخوان والأخوات نبدأوا بأهم الإجراءات بخصوص حرية التنقل بالنسبة لكاتالونيا فكاتالونيا كانت اخذت واحد طبعا واحد القرار أن حتن 28 مارس الإجراءات اللي اتخذتها كاتالونيا قالت حتن 28 مارس من بعد غادي يشوفوا وش يبدلوش حاجة ولا ما يبدلوش يعني آخر قرار اللي خرجته يعني البرلمان الكاتالوني هو أن يبقى على نفس الإجراءات اللي كان معمول بها يعني هنا في كاتالونيا ما غادي يوقع حتى شي تغير إلى غاية 12 مارس يعني ممكن تشي مشكل شنو هي هذه الإجراءات بالنسبة للناس اللي ما عارفينش أنا السندروس كوميرسيالي سيكون حلين بنفس الطريقة كيف ما هم رحلين دبا يعني الأفورو 30% إلى غير ذلك المقاهي والمطاعم صفة عامة يعني مثل الصباح تال 5 دي العشية راه بنفس الطريقة بنفس الاحتياطات استفلميسة راكم عارفين ذلك شي هذي يعني نفس الإجراءات يعني كل شي سيمانا سانطا غدا تدوز بهذه الطريقة هذي في كاتالونيا يعني موقع تشي تغير سيفانيائيا من هنا إن شاء الله 12 أبريل ذلك الساعة تواش غادي يستمر نفس الإجراء أولا غادي يزيده يخفه كثير من هكا فهذه مسألة يعني غادي نعرفها إن شاء الله من بعد وبالنسبة للحرية التنقل طبعا راه نفس الطريقة يعني ممكن أن الناس للكاتالونية تحركوا في جميع كاتالونيا يعني اللي يفخرون يقدمشي للبرسلونة ولا يتطرقون اللي يجي للبرسلونة ولا لريده ولا جميع كاتالونية وأيضا أندورة يعني ما كنتشي مشكلة بالنسبة للحرية التنقل داخل مجمل كاتالونيا فهذا الباب هذا حتى 12 أبريل إما غادي يزيده يخفه أكتر ولا غادي يرجعه يزيره هذي شيء احنا ما غاديش نقدره نعرفه هذا المهم اللي بغيت نوصلكم معلومة هذا هو أن الإجراء غادي حتى 12 أبريل ما كين حتى مشكل كوشي غادي بقى عادي كما هو غانتقلوا البالينسيا بالنسبة للبالينسيا موضوع آخر بالنسيا ابتداء من 27 مارس يعني من دبا يومين اليوم مرة 24 مارس من دبا يومين بالنسيا غادي تدير سر بريميترال يعني غادي تدير سدان الغلق ما بين المدن يعني إزراء صارم بالرغم من أن حالة الإصابة بصفة عامة كيوصلي الله 29 في كل 100 ألف ساكن ولكن ما عرفش عن رسبة الضابط يعني كما قلوه الرئيس ديال الكمونيطات ديال بالنسيا مصر على أن بالنسيا تسد جميع المدن ديالها فهذا المدة هذي يعني في سيمانا سانطا يكون كل شيء مزدد حتى شيء واحد مدينة ما يقدر يمشي شيء مدينة في كومونيطات ديال بالنسيا ما يقدرش يعني ما غاديش يكون واحد تحرك ما بين المدن أو ما بين حتى المدن الصغرين يعني كل شيء واحد غادي يبقى في بلاسه خلال هات الفترة هذي من بعد يعني 12 أبريل تهو معه وتاني غادي نشوفه شنو غادي يدير ما عرفش عنش بالضبط يعني البرسيدنت ديال بالنسيا زيار هذ القضية هذي وخاءنا يعني معدل ديال عصابات من قصب حد دارة كبيرة ولكن هو قرر هذ القرر هذي اللي غادي يتخذ بعين الاعتبار بالنسبة يعني الكومونيطات ديال بالنسيا كانون أن الباب يعني واضح في هذا آآ وكانون أن الموضوع واضح في هذا الباب هذا بالنسبة الموضوع الآخر اللي هدرنا عليه بالنسبة للخصوص الجواب دي الوزيرة الصحة بالنسبة للسؤال لوجهته لها الصحة فيه كما كتعرفوا إسبانيا دبا استأنفات للسيرات ديال أستراسينيكا وما غادي بقى تلقاح الناس يعني بأستراسينيكا هي الباكونة اللي عندها دابا فالصحفية سؤولات الوزيرة قالت لها بالنسبة للناس اللي غادي مبغوش يخذوا اللقاح أش غادي يكون معهم أش غادي يدروا معهم خليكم هذا المقطع اللي غا تشوفوا دابا الفيديو السؤالي الصحفية والجواب دي الوزيرة والنسبة للناس اللي كيتابعون أخر إسباني غا نترجم لكم دابا ونفهمكم الموضوع خليكم على الفيديو ونفهموا أن ترجموا الموضوع كيف سمعتوا الإخوان والأخوات الصحفية سؤولات الوزيرة قاتلة بالنسبة للناس اللي مبغوش يخذوا هاد اللقاح أستراسينيكا يعني اللي غادي عيطوا لهم توصلهم النوبة وحتى عيطوا لهم تقولوا نبغينا عجوا تلقحوا وغايتسولهم عتقولوا مشنو عندكم عادي يقول لكم أستراسينيكا ومبغيتيش تلقح أش غادي يكون الحل دي ومش عنهم شي اختيار آخر يعني قاتلة الصحفية الوزيرة جاوبت عليها قاتلة في هذه الحالة ما قدرتش تردد في الجواب قاتلة في هذه الحالة ما قدرتش نجاوب لك السؤال ولكن اللي قدرنا نقول لك الوزيرة كتقول وأن هادنا صدق ما غادي شيء يلقحوا يعني هيتأجل يعني الترنوا دي لكم هيتأجل أنا بنسبة لي هذا خبر مزين يعني خبر مزين اللي عايتوا لك وقالوا لك أجي تلقح وقلت لهم شنو عندكم باشا عندكم أسترسينيكا وقالوا لك سي قلت لهم لا لا ما بغيها شانا داب هذه أسترسينيكا غادي أجلوا اللقاح دير غادي تأجل عفوان يعني حسان مرة أخرى عادي يعيطوا لك فهذه القضية هذه يعني واحد الحاجة اللي هي بوزيتيف بالنسبة للناس اللي ما بغيش يلقحوا طبع هذه الحال فهذه واحد البابر بنسبة ليهم زيان باش تعطل اللقاح حتى يبان لعيبان كما كتعرفوا أن يبانوا أعراض ومشاكيل وحالات وفاة وبالزاف دير الصلاح نحن هدرنا على هذا الموضوع ماشي مرة ماشي جوج وعلى درجة الفاعلة دير اللقاح اللي غادي تضيع بزاف دير العباد الله فبالنسبة للناس اللي يعيطوا لهم مثلا وغادي يعطيهم التلقاح هذا ممكن أنهم يرفضوا حتى يتأجل الترنوديم ثانا مرة أخرى يعني يعني هذا هو الجواب دير الوزيرة فهذه البابر دير إذن هدك يخدم مصلحة للناس لضد اللقاح طبع هذه الحال كأن الموضوع واضح آخر خبر في هذا الفيديو اللي أتكلموا عليه هو من بريطانيا صراحة غير متوقع وغير صراحة أنا فجأني هذا الخبر هذا اللي هو جامني عند وزير الصحة البريطاني اللي اسميته مات هنكوك القرار اللي غايت تصوت عليه هدف البرلمان البريطاني شنو هو أي مواطن بريطاني كيفكر يسافر خارج بريطانيا ابتداء من الأسبوع القادم أي واحد خرج من بريطانيا سافر للسياحة للسياحة غاليتعرض لواحد الغرامة مالية اللي هي 5000 لبرا ما يعادل 578 أورو يعني أي مواطن خرج للسياحة خارج بريطانيا مش الأوروبا أو شيء منطقة أخرى من غير أوروبا غاليتعرض لغرامة مالية ما يناهز يعني تقريبا السلاف دي الأورو يعني واحد القرار اللي هو الصادم صراحة اللي هو مغادشي قبله البريطانيين يعني الوزير دي الصحة يقول بأن هذا القرار دا غادي تم تصويت عليه طبعا الحال وتصويت غادي يكون في الدالة الخميس إن شاء الله إلى هذا القرار يعني تطبق وتصوت عليه بالأغلبية وخرج يعني لحيث تنفيذ غادي يكون صراحة أكبر صدمة غادي يعيشوها البريطانيين وهذا الصدمة هدي اللي غايعيشو البريطانيين غادي يكون ضربة موجعة لأوروبا كما كتعرفوا البريطانيين هم عشاق السياحة بالدرجة الأولى وفاش كي بغاي يخرجوا أغلبية كيجيوا الأوروبا يعني بالدرجة الأولى الأولى إسبانيا إسبانيا كيجيوا لهاية بالدرجة كيجوا إسبانيا ي blondحостين يونان وإيطاليا. ولكن إسبانيا في الدرجة الأولى يوجع أغلبية لإسبانيا. طبعاً الحل الباقي اللي كناله كيمشي الأوستراليا ويدشي الدول العربية كناله كتفرق. ولكن هنا بريطانيين كيجوا الإسبانيا بواحد درجة كبيرة أكثر من دول أخرى. يعني هي ضربة موجع على الإسبانيا والإيطاليا والدول أخرى أن البريطانيين لم ي começou يخرجوا. فالفترة هذي اعتباراً الوزير الصحة قال لك بأن الخروج للناس هذه السياحة ممكن أنه يجيب يعني الوباء دياله من بره اللي غادي يقدر عاو تيني نرجع بريطانيا في حالة أخرى وغادي يرتفع الوباء مرة أخرى وغادي ينتشر. إذن هذا هو القرار اللي هو صراحة اللي غادي تصدق عليه البرلمان البريطاني غدا في البرلمان وإلا كانت المصدقة عليه غادي إن شاء الله نهدر عليه ولا نلمح له ولا نحطه لكم في الكوميونيدات باش نوافقكم بهذا الخبر جديد. هذا طبعا كيهم يعني الناس اللي كيعيشوا في بريطانيا بالدرجة لوله باش يعرفوا. من خلطوش الأمور. نحن نهدر عليه الصفر من أجل السياحة. أما الإنسان اللي خروج يقدرش مصلاح على الشخصية دياله وعنده واحد دليل غادي يقدمه هذا كلام أخر. نحن نهدر عليه السياحة لماذا بريطانيا بغا تأخذ القرار هذا واش فعلا الهدف منه هو أنها خيفانة من تفاشي الوباء ولا اعتبارات سياسية أخرى ما بين أوروبا أو دول أخرى. واش حسابات يعني كما هدرنا كنا حسابات دي قادمة حاليا ما بين بريطانيا أو أوروبا كنشم ريحة يلا شي حاجة مش يعديك. هذا هو اللي كناه. هذا شي اللي توصلت به. فهذا الهار هذا. اللي بغيت نتقسم معكم إخوان والأخوات محبين قناة كريم كاسري. ما بقالي منظف هذا الفيديو فقط كما العادة. ما تبقوا باللايك باللايك والبرتاج للإخوان باش يوصل الخبر للجميع. شكرا لكم محبين قناة كريم كاسري أينما كنتم في العالم. تحية لكم كاملين وحتى الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته